الحقيقة احنا مستمرين بالاجراءات اللي عن طريق مفارزنا من تشطوية الاجهزة الامنية الاخرى بس احنا دان نلقي العدم الالتزام من الاخوان اللي عندهم استثناءات يعني هو المفروض الاستثناء المنطهية اما انه يروح لمكان عمله ويعاود المقر داره بس للاسف دان نشوفهم دايستغلون من بعض الاخوان انه داي يجولون خارج الاوقات المخصصة لعملهم داياخد عائلته ويجول وكأنما هي فرصة للتمتع والنزهة هذا الاستثناء للأسف مثلا احنا استثناعات لوزارة كمثل يعني استثناعات لوزارة المالية المفروضة نحصر خلال الدوام الرسمي بس نشوفها للعصر وساعات متأخرة من الليل مستصحب اطفاله وزوجته وطالع كأنما يعني استغلها فرصة للتنزه وهذا غير صحيح يعني خليفهم الاخوان حتى اللي منتشبه وزارة الصحة انه هذا الحضر الصحي الحضر الصحي بيشير نوع من الخطورة على مجتمع كامل المفروض كلية نتعاون ونلتزم به جميعا للاسف ان يشوفين انسان مثقف او طبيب يعني او مهندس وما اخذ عائلته وطالع يتنزه وهو نحن نوباتي انه بنقول له يا اخي اتا دكتوري مفروض تعاونه فيها رجانا بس اعتقد يعني سيادة الليواء انه الدكتور في اي وقت من الممكن انه يخرج سواء ليلا او لكن نعم هذا الشكل مرفوض خاصة اذا اطفال يعرضهم للخطر تدرين احنا موجودين بالشارع ملامسين كل الاشخاص احتمال اللامس واحد من الاخوان اللي يحامل الفايروس من يجي هو واطفاله وياه من خلال الاستلام السنوية ماته والاستثناء ونحط دينا على السيارة احتمال احنا راح ننقل المرض ولذلك نطلب من كل الاخوان الالتزام بالقانون بالاضافة صدرت انه توجيهات الالتزام في جميع الركاب انه يرتدون الكمامات والكفوف للأسف لازالن نشوف بعض الثقافة بهذا المستوى ما وصل فلذلك نضطر نشوف المصر على المخالفة نضطر نغرمها وده تتخذ اجراءات فلذلك نشوفين عدد الغرامات جدا عالي وصل عندنا تقريبا اكثر من 280 الف غرامة ترصد على عمام بغداد والمحافظات رقم كل شعال